مرة أخرى أصدقاء المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتز أحباء كرة القدم في كل مكان نعود لستاد الإسكندرية عروس البحر الأبيع المتوسط استاد الإسكندرية التاريخي نتابع أحداث الشوت الثاني من هذه المباراة مباراة فاركو وبيراميدز في استكمال مباراة الأسبوع الثاني للدوري العام الممتاز لهذا ألمس انتهى الشوت الأول زي ما تابعنا بتعادل سلبي بلا أهداف رغم اهتزاز الشباك عن طريق أحمد عبد العزيز مودي نجم دفاع فاركو في متابعته لكورة مرتدة من سيف تياري وأحمد سامي وتصلحت الكورة وسقطت قدامه ونجح بالفعل في أن هو يسكنها في الشباك وبعد ما الكابتن إبراهيم نور الدين حكم اللقاء احتسب الهدف لكن عاد الفار وألغى هذا الهدف وبالتالي عدنا من جديد لنتيجة التعادل السلبي وعاد مجد عبد العاطي وعاد فاركو للبحث عن أول أهدافهم في تاريخهم في الدوري الممتاز صفر صفر إذن كانت نتيجة الشوط الأول لحظات قليلة وأخيرة قبل انطلاق الشوط الثاني دخل إلى ملعب المباراة أخيرا لعبة بيراميدز هتقدمهم عبدالله السعيد مباراة فاركو القادمة أمام الجونة في الجونة 4 نوفمبر ثم يستضيف المقصة لكن في برج العرب مش هنا بقى مش في ستاة سكندرية 18 نوفمبر بعد التوقف الدولي وبعدها سيراميكا كليوباترا هنا في ستاة سكندرية يوم 21 نوفمبر بيراميدز هيستضيف الاتحاد السكندري أولا يوم 4 نوفمبر ثم بعد التوقف الدولي يخرج إلى المصري في برج العرب 19 نوفمبر ثم يستضيف إيستن كامباني 22 نوفمبر في الدفاع الجوي طبعا كابتن إياب جلال في مواجهة كابتن مجد عبد العاطي زي ما بقول لكم هي مواجهة واحدة فقط جمعت بين الاتنين مدربين قبل كده كان مجد عبد العاطي بيتولى مسؤولية أسوان وإياب جلال بيتولى مسؤولية المصري وتعادلوا اتنين اتنين والغريب إن مجد عبد العاطي برضو واجه بيراميدز قبل كده مرة واحدة بس برضو مع أسوان وواجه بيراميدز وبرضو تعادلوا اتنين اتنين حتى الآن في هذه المباراة التعادل السلبي هو نتيجة الشوط الأول في انتظار الجديد مباريات كلها حافلة وعامرة بالأهداف وماعتقدش إن المباراة اللي أمامنا دي هتبقى استثناء ننتظر أهداف الشوط التاني بإذن الله عبدالله بكري جاهز ومستعد وبيبدأ المباراة رغم إن كان فيه كلام عن إصابته يعني قبل اللقاء لكن ما شاء الله موجوده هو جاهز وعمل شوط أول جيد زي هواخد انذار لكن عامل شوط أول كويس بينما في الجانب الآخر انذارين لبيرامدز لوليد الكارتي ومحمد حملي رامي صبري تاني يتعرض للخطأ يتعرض للفاول برضو من محمود وادي تالت خطأ تالت فاول من وادي في مواجهة رقيبه رامي صبري فاول مهاجم وضربة حرة لفاركو الجمهور كان مدي جوه وكان مشعل للأجواء في الشوط الأول هديوا شوية في الشوط التاني هو لسه ما بدأوش مشوارهم التشجيع لكن مع أول كرة ومع أول تمريرتين تلاتة كده أو اقتراب من منطقة الجزاء هتسمعوا صوتهم انطلقت الكرة برا الملعب طالت من الصغير ولا مين لأ دا كان رزقي رزقي حمرون تلعبت الكرة وتقطعت وفي مساحة وعلي جابر مشيت الكرة وانطلاقة طمع فيها لكن لسه الهاجمة مكملة عمري جمال يقع في منطقة الجزاء شوف عزمي شوف عزمي عزمي غومة مشي وانطلق وعدة بمهارة وسدد من زاوية صعبة بمكان صعب لكن يتقلق شريف إكرامي في مواجهة عزمي غومة ويمنع هدف مؤكد ادي كرة تانية عرضية مش ممكن الكارتي 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 يطير لفوق ياخد وضع الطيران ويركب الكرة بامتياز لكن التوجيه الدقة يا كارتست الكارتست يطير ويحط الكرة بالرأس لكن تعدي على يسار محمد صبحي وعلى يسار القائم الايسر ويرد بيرامدز بفرصة هدف شوف ادي كرة عزمي غومة صلح استلم ومشي وصلح وسدد صاروخ لكن شريف إكرامي بالمرصاد شوف الزواء صعبة جدا لكن شريف يا تصدى تصدى رائع من شريف وتترد بهجمة وهدف اكيد ضائع من بيرامدز عن طريق الكارتست كان هيسجل تالت اهدافه في مبارتين في تاني مباراة له كان قريب جدا وليدي الكارتي من تسجيل تالت اهدافه مع اللوس ميوناريوس لكن مشيت الكرة وعدت جنب القائم لكن التكملة الهجومية والتواجد واتقان الرأسيات كل دي ملاحظات طبعا يعني لعب كبير وليدي الكارتي وعارفينه من ايام اولمبيك خريبكة والوداد ثمان مواسم ما شاء الله في الوداد وبطولات والقاب وانجازات ولافت الانظار بشدة من مواسم عديدة يعني غاب فترة الاصابة لكن عاد بقوة وهو يبدأ مشواره مع بيرامدز بهدفين وكان قريب من تسجيل هدفه التالي فتحة لدونجا ترجع الكرة محمد صبح يخرج من مرمى لكن عبدالله بكري الاقرب تعود من جديد الى محمود عماد تقطعت الكرة وبدأ بيرامدز يطبق ويعمل اللي كان بيتعمل فيه في الشوت الاول الضغط الحقيقي الضغط الجدي وضغط متقدم كمان ونجحوا بالفعل ان هم يقطعوا الطريق على فرقه واستخلصوا الكرة لكن ترجع لورا علي جبر اتلعبت لمحمود صابر لكن اطول من اللازم وتطلع برا الملعب مش مظبوطة وتبقى رمي التماس لاب على الارض محمود عماد عزمي غومة وكرة الامام عمر جمال عرقلة من علي جبر مع عمر وانزار كمان لعلي جبر وقع عمر جمال وبيتألم وانزار رابع في هذا اللقاء كابتن بريم لودين ثلاث انزارات لبيرامدز علي جبر وليد الكارتي محمد حمدي وانزار وحيد لفرقه لعبدالله باكري اللي هو لعب بيرامدز السابق برضو والضربة الحرة في نص ملعب بيرامدز شريف اكرامي في مرماء وتحت انزار واعين ومراقبة ومتابعة وتركيز كابتن مجد عبد العاطئ صعد باسوان صعد بفرقه ومستمر معهم لكن ما زال يبحث عن الفوز الاول حمرون عالية على حدود منطقة الجزاء يبعدها الدفاع ترد تاني محمود عماد عالية بالرأس ترجع في نص الملعب وتلعبت ناحية الشمال جميلة جدا عازمي غمى على الارض ليه رزخ حمرون محمود حمادة لعب بيرامدز السابق والاخر رزخ حمرون تقطعت الكرة عادت من محمود وادي ناحية الشمال ليه محمد حمدي طويلة اماميا محمد حمدي اطول من اللازم طويلة على رمضان صبح ما يلحقهاش وتطلع برة تبقى رمي التماس ليه فاركو هيلعبها عبدالله عبدالله باكري بيتأكد من ابراهي بنور الدين من مكان تنفيذ رمي التماس لعبت على طول على الارض سيف تيري ما تروحلوش طيط على طول علي جبر يسلمها الى احمد فتح يبدأ الهجمة بكورة طويلة لمحمود صابر لكن اطول من اللازم اطول من المطلوب وتبقى رمي التماس المساعد الاول محمد حمدي غزال بيعيد عزمي غومة لتنفيذ رمي التماس من مكانها سيف تيري يلمس الكرة بالرأس محمود حمادة يجري عليها رزق حمرون وبيحاول لكن في مواجهة احمد سامي خلصها احمد سامي بشكل كويس امامها من سامي لمسة رأسية من محمود صابر يتدخل مودي ويطلع الكرة برا الملعب يلعبها فتح استلام من الكارت على الارض الصابر محمود صابر يلعبها لعبدالله السعيد تتلعب ناحية الشمال رمضان صبحي بيحاول يثبته ويعدي رمضان لكن في النهاية احمد الصغيري لمسها فلمست وخبطت في رجل رمضان والكرة تاخد طريقها لبرا الملعب ضربة مرب تتلعب الكرة على الارض امامية ناحية الشمال عزمي غومة سيف تياري عدى سيف احمد فتحي يعمل فاول ضربة حرة لفاركو عرقلة من احمد فتحي لسيف تياري من نادي الخرطوم الى نادي هلال هلال الابيت ثم الى المريخ والتقلق والشهرة الكروية والبريق الكروي مستمد مع المريخ ما شاء الله سيف تياري وكان على فكرة كان في المنتخب السوداني للمحليين مركز التالت برونزية تلكان للمحليين في 2018 سيف تياري يتسبب في فاول لفاركو من الجانب الايصر تتعاكس الكرة عالية والرقصية لكن الدفاع تصدى ممكن تبقى هاجمة مرتدة لبيرامدز لكن ما كملتش بسبب ان محمود صابر حاب يحط فيها التطش بتاعه يعني شوف حاب يلمس الكرة بسدره كده ويريحها زي رمضان ما عمل كده برضه تقطعت يعني فيه كرات كده ممكن تتعمل لو انت متقدم في النتيجة لو المباراة مريحة شو ماشي لكن هاجمة مرتدة واعدة زي دي اللعب المضمون تكلم على رمضان نتكلم على الكرة اللي قابليها كمان محمود صابر لو اتعادت هتشوفها حضراتكم فيه فاول طبعا ادي رمضان فيه مواجهة مودي والكرة خرجت الى اقرامي التماس لكن اللعبة توقف طبعا لعلاج رمضان ادي كرة عزمي عزمي غومة اللي خدها ومشي وانطلق وسدت قوية جدا لكن شريف اكرامي بالمرصاد ومشاورات بين مجد عبد العاطي وجهازه الفني هنشوف واضح ان فيه قرار تم اتخاذه ايه هو بالزبط هنعرف اتعالج رمضان يقوم ويكمل ورمي التماس لفاركو يعيدوها مرة اخرى الى بيرامدز شريف اكرامي عشر دقائق من عمر الشوط التاني خمسة وخمسين دقيقة من المباراة تعادل السلبي مستمر عزمي غومة ومودي توصل كرة لفتحي يلعب على طول بالرأس لمحمود صابر الكارت الفتحي وعزمي غومة كرة مشتركة مع احمد فتحي وبيتألم النجم التنسي وعلى الارض ورايح له ابراهيم نور الدي نفس كرة فتحي في الشوط الاول لو فاكرين اللي اصيب فيها فتحي برضو بس فتحي كان بيشوت ما كانش عايز يعدي يمر زي عزمي غومة كده في اللقطة اللي بتتعد قدام الشوط الاول كرة فتحي جاي وهيشوت او هيلعبها يعني قوية يعني بالعرض يمر التمرير القوية يعني فحط رجله عزمي وقصيب فيها فتحي وما تحسبتش تحسبتش فاول برد المرأة دي فتحي يردها له واول تبديل من ايهاب جلال ايريك تراوري يدخل مكان محمود صابر النجم البوركيني الدولي ايريك تراوري يشارك في هذه المباركة بديلة على حساب محمود صابر ايهاب جلال يتدخل لسه مجد عبد العاطي ما اخترش مين اللي هيدفع به في الدقائق القادمة رغم ان القرار قريب يعني شفنا المشاورات اللي كانت من شواء واضح ان هما بالفعل استقروا على اسم بديل ممكن جدا يكون اسلام جمال او علاء سلامة اللي لعبه طبعا في المباراة الاولى امام فيوتشر شريف اكرامي محمود عماد تقطعت الكرة تصل الى الصغيرة عمر جمال يمشي عمر جمال لكن كالعادة شريف اكرامي يخرج طيب التاني مرة تتكرر يعني شفنا في الشوت الاول الهجمة اللي انقذها محمد صبح على مرتين وتقلق واشدنا بيه وبعدين في الاخر اكتشفنا انها اوفسايد بقالها خمس دقائية موادي كرة تانية وبص هي اوفسايد من الاول شوف اوفسايد على عمر جمال من الاول شوف المساعد رفع الرأي ماشي وبيطبق القانون وكل حاج لكن يعني عذرا يعني يعني متى يعتبر اللعب متدخل او متداخل في اللعبة وفيه العاب زي دي وكراته ولقطات زي دي ساعات بتسفل عن اصابات واصابات مجانية لان في الاخر بنكتشف ان فيه اوفسايد اصلا من الاول ما تحدده امتى موضوع التداخل ده لازم يتحسم في القانون القانون نفسه منتكلمش على المساعدين او على تطبيق القانون نفسه المادة دي نفسها لازم يشوفولها حل ترجع الكرة وزمان ما كانش كده على فكرة يعني هي دي دي مادة معدلة كرة داخل منطق الجزاء عبدالله بيحاول يفتح لنفسه زاوية التزديد رمضان صبحي تصل الكرة لاخبطة دربكة ودنجة بيحاول يخلص الكرة ويلعبها لكن ما تلاقيش ما تروحش لحد يخرج محمد صبحي يسيطر على الموقف كابتن ايهاب جلال دي دودو الجباس في الخلفية هو وحمد ايمان منصور وحمد توفيق وباقي بودلاء بيرامدز على دكة البودلاء دفع بتراوري ولسه مجد عبدالعاطي محتفز بكل اوراقه سيف تيري يضغط على الشريف اكرامي اللي يسلمها على طول الى علي جبر ضغط تاني من سيف علي جبر نجح الضغط وبالفعل يستعيد فارقه الكرة وتسل الجديد تسل الآخر برضو على عمر جماعي حمد زناري المساعد التاني يقز صاحي مركز وبيقف مع اخر تاني مدافع بشكل سليم طويلة الامام المباراة محتاجة هدف المباراة تحتاج هدف اتسجل بالفعل في الشوت الاول لكن الفار لغاه محتاجين هدف شرعي هدف يحتسب هيحل المباراة ويسخن الامور وتزداد المطعة الكروية والاثارة وإلا هيبقى تعادل سلبي مخيب للامال ما كناش نتمنى يعني مع كل الحفلات التهدفية اللي في كل المبارايات دي اللي شفناها يعني في الجولة الاولى وفي الجولة التانية لغاية دلوقتي ما تجيش يعني غير المباراة دي اللي تخلص صفر صفر لكن ان شاء الله في جول هنا او هنا مش هتفرق لكن هيفرق معانا احنا هتفرق معانا احنا هذه رمضان يا ولد عد رمضان تصليحه مش ممكن ارضية زحفة نبيل عماد دونجا يتلقى ويستقبل تمرير رمضان صبحي على ذكر الاهداف وعلى سيرة الاهداف على ريحة الاهداف رمضان ما فيش اوف سايد ما فيش تسلل ورمضان يلم ويعدي ويصلحها ويديها هدية يدوب على حدود منطقة الجزاء دونجا يركنها لكن تلمس وتخبط وتطلع وتبقى ضربة روكنية ليه بيراميز تلعب بسرعة يعني شوف على سيرة سيرة الاهداف بس سيرة الاهداف مجرد سيرة الاهداف شوفنا فرصة خطيرة وفرصة هدف ضائع من بيراميز مع اكتمال الساعة الكروية في هذه المباراة مع دخولنا كمان في ديئة 62 البحث عن اول الاهداف مازال مستمر عمر جمال ياخد انذار خمس انذارات في هذه المباراة استخدام الايد في وجه احمد سامي شافوا كابتن ابرايم نور الدين وفورا يدي له الانذار الخامس في هذا اللقاء مباراة مليئة بالانذارات لكنها خالية من الاهداف حتى هذه اللحظة احمد سامي يلعب الضربة الحرة على الارض توصل لاحمد فتحي في الجانب الايمن ترجع الكرة الى علي جبر سامي يستلم كرته وبيحاول يبدأ لكن الطريق مقفول اضطر في النهاية انه يعيد الكرة لحارس مرمى شريف اكرامي هدي اللعب جدا شريف في النهاية يلجأ للكرة الطويلة توصل في نص الملعب محمود وادي ياخدها نفسه ويمشي يلعب على الارض الفتحي امامية لمسة واحدة جميلة من الكارتي تلعبت ليه تراوري يمشي تراوري زودها شوية تراوري لكن سريعا جات المسندة من فتحي عرضية في منطقة الخطورة لكن فتحي عرضية فتحي ينقذها صبحي تاني الكرة محمود وادي يلفها فتحي برجله الشمال المرة دي داخل منطقة الجزاء لكن يقع وادي والكرة تاخد طريقها وتطلع برا تبقى ضربة مرمى كرة رمضان اللي لم فيها عبدالله بكري زميله السابق بمهارة كبيرة جدا وصلحها لدونجا بص بقى من الزاوية دي شوف الاعادات والتصوير وزاوية الكاميرا وجمالها ووضحها ونقاها استاد السكندرية متقلق في الاتش دي ما شاء الله استاد بقول له حقاتكم تاريخي تاريخي سنة تسعة وعشرين وتاريخ بقى طويل نحكي ونكلم فيه كتير لكن النهاردة الحقيقة ظاهر بشكل رائع وكل الملعب اللي شوفنا فيها مباراة الجولة الاولى ومباراة الجولة التانية الكل مشتعد والكل جاهز لكن محتاجين اهداف بقى فاضل اهداف يعني مباراة محتاجة اهداف فعش بعد كل ده نخرج بالصفرين اللي على الشاشة فوق دول بيراميز بيقرب فاركو صامد اتقطعت الكرة تحولت محمود وادي توصل للصغيرة يلعبها امامية خلاصها احمد سامي مع مرور الوقت الكفة بتميل نسبيا لمصلحة بيراميز قول بقى انه فرق خبرة ممكن قول انه فرق لياقة ماشي فرق جاهزية بيراميز بدأ الموسم بدري شوية عن فاركو وفيه لعابين في فاركو يعني انهو الموسم اللي فات زمان قوي من فترة طويلة يعني زي عزمي مثلا عزمي غوما زي رزقي حمرون سيبك من اللاعبين المصريين اللي هم يعني اللي بدأ دلوقتي بيراميز يبقى عليه خلينا نشوف على العمود عشانستعجل في الاحكام لكن فاركو بدأ يتراجع شوية وبيراميز بدأ يفوق شوية وإحنا في دقيقة 66 شوفنا كورة رمضان وكورة كورة رمضان اللي هي نتج عنها تزديد الدونجة جنب القائم قادي رمضان بيحاول مرة تانية لكن يقع على الارض وانذار جديد انذار اخر المرة دي المحمود حمادة ست انذارات في المباراة تلاتة تلاتة في الانذارات صفر صفر في النتيجة وفيه لاعب من فاركو وقع على الارض وبيتألم هل وقع لوحده اكيد لا ده عبدالله بكري ايه اللي حصل خلينا نشوف القاعدة فيه ضرب من غير كرة ولا ايه محمود وادي شكله بيبوسه لا يعني هو زودها شوية لكن هو وادي برضو ملقاش لازمة يعني يعني محمود وادي بلا داعي عبدالله يعني زودها شوية ومسك راسه الفار هيقول لابراهيم نور الدين واحتمال كبير يا استدعي يحكم بنفسه فواضح ان قالوله في الفار لا ما فهاش حاجة وان عبدالله بكري بيبالغ شوية يعني في السقوط لكن برضو ملقاش لازمة من محمود وادي وكرة يعني ممكن تفتعل مشكلة او ينتج مشكلة بيلا داعي يعني ما نقدرش نعتبرها ضرب بدون كرة يعني هو لمس بدون كرة فقال له فقال له هاتروت كنتم الاتنين واطلعكوا برا وراح دماغي حزر الاتنين محمود وادي و عبدالله بكري زملاء الامس متنافس اليوم بكري احد نجوم بيرامدز لغاية يعني شهر ولا شهرين فاتوا ضربة حرة وليد الكارت من على حدود منطقة الجزاء وعبدالله بالقدم اليوم عبدالله مش ممكن لسه الكرة جول جول ولا ايه الفار هيقول ايه المساعد هيقول ايه محمد حمدي غزال في يده القرار امس يتركه للفار فاركو سجل في الشوت الاول وتلغى الهدف للتسلل الان محمود وادي يسجل لبيرامدز في الشوت التاني لكن خلينا في انتظار التأكيد عدت من الاول اصلا ولا ايه ولا ايه محمود وادي يتابع الكرة العرضة تنقذ مرمى فاركو طار عليها صبح لكن كرة عبدالله السعيد ايه رشقة رايحة ورشقة حمد صبح يطير العرضة الاولانية جول الاولانية جول اه انا مش عارف ميلي بتكلم الحقيقة لكن الكلام واضح ومسموع جدا بالنسبة لنا هنا بيقول من الاول جول بعدها تفرق لو من الاول جول مش هنبص بقى على تسلل ولا اوف سايد ولا بتاع خلاص يا دخلت من الاول لكن لو وادي كملها لازم نتأكد موقفه سليم ولا وشكله موقفه سليم فعلا لكن برضو مهم نعرف عبدالله السعيد ولا وادي دخلت من الاول ولا من المتابعة هنشوف على الامم هنتأكد ونشوف ابراهيم نور الدين احتسب الهدف لمين لكن المهم ان اخيرا المباراة شفنا فيها مشهد اهتزاز الشباك عبدالله السعيد اذا المزيعة الداخلية بتعلن الاستاذ اسكندرية طبعا الزميلة يعني بتعلن ان الهدف عن طريق عبدالله السعيد مش محمود وادي عبدالله السعيد هل ابراهيم نور الدين حسبها فعلا لعبدالله ولا ايه هنتأكد ونشوف ايه دي وادي توصل كورة ناحية الشمال لرمضان صبح يمشي رمضان بالعرض عبدالله السعيد تشوف محمود عماد المجهود الكبير اللي بزلوا طول المباراة في الضغط والرقابة هادي ايريك ايريك تراوري انفراد مرة تاني المرمى 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 فاضي محمود وادي لكن محمد صبح وبرضه نفس القصة ونفس المسلسل مستمر نفس القصة ونفس المسلسل مستمر بعد كل الطحن والهري وكل ده في انها يطلع فيه اوفسايد اصلا على تراوري من البداية يعني شوفوها حل الكلام موجه لخبراء التحكيم يعني ومجلس اللي بيحط اللوايح والقوانين حاجة عالمية يعني حاجة مجلس دولي يعني ماشي فيه تبديل لفاركو هيخرج عبدالله تبديلين لفاركو يخرج عبدالله ويدخل احمد شريف وتبديل اخر اسلام جمال لكن نزل مكان مين اسلام ما شفناش هنتأكد برضو ونشوف لكن على ذكر الاهداف ومطلبتنا ان المباراة لا تخلوا من اهداف بالفعل يسجل عبدالله السعيد ويفتتح سجله التهديفي مع بيرامدز هذا الموسم ده التبديل الاول هو عبدالله بكر خرج احمد شريف نزل خروج قلب قادي كورة خطيرة جدا لكن علي جبر يبعد يخرج مدافع ويدخل مهاجم احمد شريف القادم من وادي دجلة واللي لفت الانظار ايضا في المباراة اللي شارك فيها مع دجلة الموسم الماضي فاركو يجد نفسه متأخر في النتيجة للمباراة التانية على التوالي بعد مباراة امام فيوتشر تسجل الهدف مع نزول ايريك تراوري حرك هجوم بيراميدز ولسه كنا بنقول انه يبدو ان فاركو تراجع نسبيا وبدأ بيراميدز يفرض سيطرته ويقرب ويخربش هجوميا في المباراة وبالفعل نجحوا في ترجمة هذه الخربشة الى هدف اول في هذه المباراة فاركو محمود عماد بقول لكم محمود عماد عامل مجهود كبير جدا من بداية المباراة بدأ يبدو عليه الارهاق مجهود كبير بزلوا محمود عماد شريف اكرامي حتى جمهور فاركو نفسه بدأ يبدو عليه مظاهر التعب والارهاق تشجيعهم مش بنفس الحماس ولا بنفس الصوت العالي والمؤذرة الجامدة يعني اللي كان في تشوت الاول سيف تيري سيف تيري هو اللي خرج هجم البيراميدز وسقوط خارج حدود منطقة الجزاء وضربة حرة لعبدالله السعيد برا المنطقة بحوالي هردتين تلاتة وضربة حرة لبيراميدز في مكان جيد هجم البيراميدز هجم البيراميدز لمرمى محمد صبح وتقدم باول اهداف لكن شوف محمود عماد وشوف عبدالله السعيد بخبرة عبدالله واساب محمود عماد يخلص كل اللي عنده عبدالله نقدر نقول انه استنزف مجهود محمود عماد على مدار 65 دقيقة مثلا بدأ التعب يحل على محمود عماد لدرجة انه في الكرة اللي فاتت يا عبدالله عدة ومحمود عماد ملاقاش حل لإيقاف عبدالله غير انه يعمل معاه فاول في مكان خطير زي ده اخر ربع ساعة في المباراة حمد صبحي في المرمى عبدالله السعيد هل يكرر ما فعله في كرة الهدف بعد سبع دقايق من تقدم بيراميدز بهدف عبدالله السعيد للمرة التانية عبدالله السعيد لا في السماء المرد في السماء وضربة مرمى لفاركو فاركو خسر مباراته الاولى امام فيوتشار واحد صفر والان متأخر امام بيراميدز ايضا واحد صفر في مباراته التانية بكل تأكيد هذا هو السيناريو الاسوأ لمجد عبدالعاطي اللي هيحاول يمنعه بكل الطرق عمل تبديلات ودي تبديل كمان اهو يخرج عمر جمال بعد ما خرج من شوية سيف تييري يتخلى ويضحي بعمر جمال ويشارك مكانه علي بهيج رقم 22 رجعت الكرة لأحمد سامي علي بهيج هو بيضغط على شريف إكرامي وداخل ونازل متحمس علي تلعبت على الأرض حول المرور أحمد سامي خلصها دخلنا في المنعطف الأخير في هذه المباراة آخر 13-14 دقيقة ومساحة أمام محمود وادي لكن الكرة ما تتضبطش وما تروحش ما يلحقهاش طبعا وادي وتبقى رامي التماس لفاركو من ناحية اليمين ترجع الكرة لمحمد صبح تاني محمد صبح بيرامدز لو نجح في الحفاظ على الهدف يعني أو نجح في الفوز بالمباراة يعني بشكل عام هتصدر الدوري بالعلامة الكابلة مبارتين بفوزين ست نقاط طبعا مع وجود فرق الأهداف مع الوضع في الاعتبار يعني فرق الأهداف مع بقى الأندية وبقى الفرق محمود عمال رامي صبري محمود حمادة يعدي بمهارة ويلعبها أمامية أقوى من المطلوب مالحقهاش شريف ويمسكها شريف مالحقهاش أحمد شريف ويمسكها شريف إكرامي وصبحي صبحي صبحي زملاء المنتخب الأوليمبي يخرج الحارس يقطع الطريق على المواجب حمد صبحي يتقلق زملاء توكيو ضفع توكيو صبحي ورمضان خلصها صبحي بشكل كويس من أمام رمضان كابتن مجد عبد العاطي يتابع يراقب عمر فهيم يظهر في الكدر أيضا ورمي التماس لبيراميدزا العاب أحمد فتحي الكارتي خلصها للتراوري حاول يعدي إيريك تراوري يقرب له أحمد فتحي لكن يقطعها عزمي غمى اللي يلعبها طويلة لأمام ليه علي بهيج أطول من اللازم الأقرب كان محمد حمدي يسلمها لعبد الله السعيد والكورة قد طويلة ومحاولة لضرب الأفسايد لكن ما لحقاش الكارتي ويخرج محمد صبحي يمسك على طول حطها على الأرض الصبحي يبدأ الهجمة مع رمي صبري عزمي غمى واخد مكان في الجهة اليسرى راحت له الكورة بالفعل غمى بقدم اليسرى يلعبها لكن ما تتزبتش المرة دي تروح أقرب لشريف إكرامي من علي بهيج مستمر علي بهيج من الموسم اللي فات ترجع الكورة مرة تانية إكرامي وصلت لإيريك تراوري انطلاقة من تراوري يعد بالفعل ويمشي بالعرض ويصلحها لرمضان صبحي دونجا يغير اللعب ناحية الشمال لمحمد حمدي وكورة عرضية وتراوري ضربة جزاء ضربة جزاء إبراهيم نور الدين متابع الكورة واخد قراره ومصر على الصفارة في انتظار تأكيد الفار دي الكورة العرضية خلينا نشوف لو فيه أوف سايد فيه دفعة في دفعة طبعا لكن لو فيه أوف سايد لو فيه تسلل على تراوري لحظة لعب الكورة من محمد حمدي يبقى ما فيش دربة جزاء يبقى هيستقنى في اللعب بدربة حرة غير مباشرة تسلل على تراوري شوفنا الفار لغى هدف الآن الفار ممكن يلغي دربة جزاء خلينا نشوف رمضان واخد الوضع ومستعد لكن في انتظار التأكيد الكورة بيتم مراجعتها لسه براهيم نوردين بيطالب اللاعبين بالهدوء احنا بنلعب في الديها 82 قرامز متقدم 1-0 ها نرفزوه نرفزو براهيم نوردين هاب جلال في انتظار التأكيد في انتظار هدف تاني يحسم الأمور أو يقرب بيرامدز خطوة أخرى من حصد النقاط الكاملة عبدالله السعيد لو فيه دربة جزاء عبدالله اللي يتصدى ولو سجلها يبقى صاحب هدفي بيرامدز يبقى وكأن بيرامدز تخصص سنائيات وليد الكارتي سنائية في المباراة الأولى عبدالله السعيد سنائية في المباراة التانية لكن خلينا الأول نشوف أصلا فيه ركلة جزاء ولا لا واضح أن الأمور صعبة في الهدف على فكرة الهدف مودي هدف مودي اللي تلغى برضو الفار خد وقته وخد دقايق يعني تلات أربعة دقايق لحسم القرار وحسم الأوف سايد لأن هي أمر تقني وأمر فني على ما اللعبة بتتحمل على الجهاز وعلى ما بتتحول للجرافيكس وعلى ما بيتم يعني الاستعانة بالخط الأزرق للمدافع والأحمر للمهاجم ونشوف مين الخط اللي السابق ملي 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 مترات بتفرق في القصة دي قرة الهدف شفنا وهدي نفس القصة عايزين نشوف تروري متسلل ولا لا يا بجلال في الانتظار مجدي عبل عاطي في الانتظار كلنا في الانتظار الحقيقة كلنا في انتظار قرار الفار إبراهيم نور الدين حسبها 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 ضربة جزاء إذن لا يوجد تسلل على إيريك تروري هناك دفعة في ظهر تروري وسقوط على الأرض وركلت جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو لسه براهيم نور الدين وانتظار انتظار لمودي كمان وتهديد بالطرد انفعال كبير الحقيقة انفعال كبير من لعبي فاركو واعتراضات على احتساب ضربة الجزاء ايه دي اهو ايه دي الخط لكن ده ميل ولا ايه الخط ميل ولا ايه لا عيد لنا عيد 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 تعالى راح فيه عيد لنا تاني الكرة دي وارينا ايه الخطوط الميلة دي يعني ايه الموقف عصيب وفاركو عايز يتجنب الهزيمة التانية على التوالي وبيراميدس بقول لكم لو سجل هدف تاني يقرب كتير جدا للتلات نقط الكاملة ويخرج فاركو من المباراة عبدالله السعيد سجل الهدف الاول يسعى لتسجيل الهدف التاني في شباك محمد صبحي صبحي على الخط المراضي صبحي ومش اول مرة يتصدل عبدالله يلعبها يا ولد بمنتهى المهارة بمنتهى الهدوء يرسل محمد صبحي في زاوية ويسجل ويسدد ويسكن الكورة في الزاوية التانية عبدالله يضاعف النتيجة ويضاعف رصيد وهو نفسه الشخصي من الاهداف في هذه المباراة ويجعلها ثنائية ويخرج فاركو من اللقاء بقول لحضراتكم محمد صبحي لما كان معار للاتحاد السكنداري الموسم الماضي ولعبه امام بيرامدز وكان متقلق في ضرباتك وتصدى لعبدالله السعيد وفاكرين كان بيقف وراء الخط شوية كده بياخد خطوة كده خلف خط المرمى المراضي وهو على الخط عبدالله يوديش مال والكورة في اليمين وتبديل لإهاب جلال آخر 4-5 دقيق في المباراة الكارتست يخرج وليد الكارتة يترك الملعب ويشارك مكانه أحمد توفيق بقول لحضراتكم الثنائيات هي ما تميز بيرامدز في الدورة حتى الآن ثنائية للكارت في المباراة الأولى ثنائية لعبدالله في المباراة الثانية و2-0 فارقه خارج اللقاء فارق الخبرة فارق الجاهزية من الديئة 60 أو الديئة 65 وضح تماما إن بقى فيه فرق بقى فيه جاب فارقه تراجع وكان لازم مجد عبدالبعاطي يعني يتدخل بدري شوية بالتبدلات يلحق قبل الدروب اللي حصل ده لكن تراجع نسبيا استغل الفرصة فورا بيرامدز وانقض وضغط وقبل الهدف الأول كنتم أقول لكم إن بيرامدز بدأ يقرب وبدأ يبقى أكثر سيطرة وبدأ يحاول يقرب أكتر وأكتر من مرمى صبحي وبالفعل نجح فيه الاقتراب من مرمى صبحي مرتين والتسجيل هدفين يا تقدم بيوم اتنين صفر تروري وتبديلات إهاب جلال أيضا كمان الحقيقة كانت موفقة يعني تروري تروري دايما دايما رقم صعب رقم مهم نزل تروري وتسبب في رقلة الجزاء اللي تسجل منها الهدف التاني علي بهيج طبعا فيه إريك أيوك كاميروني نجم عنقرة سبور متواجد أيضا تعاقد مع فاركو فيه مصطفى حمادة فيه محمود جهاد صب رجاد أحمد محمود ياسين مرعي إعارات من الزمالك زياد طلبة سوكاري نيجيري نجم الصفاقسي حمد فؤاد من العين العين السعودي كل دي صفاقات لفاركو وطبعا قبل الموسم كان فيه كلام عندني ألفش لكن يعني اتنفى الموضوع تلعبت الكرة وشريف إكرامي يتقلق لسه الهجمة من نصيب فاركو أحمد شريف بيحاولي عدي لكن ما كملتش والانطلاقة من أحمد توفيق البديل اللي نزل من شوية ما كان وليد الكارت يتلمس فيه وتطلع بره تبقى رامي التماس لمسة ليه عزمي وبالكعب لكن اتقطعت من إسلام إسلام جمال تحولت وما يتهجم مرتدة البيراميز عبدالله السعيد اتضعت على عبدالله اتقطعت الكرة وتزديدة ضعيفة 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 ويحرصها ما يلحهاش طبعا أحمد شريف ويحرصها شريف إكرامي بغاية ما الكرة تاخد طريقها وتطلع بره الملعب إلى ضربة مرب هذه الضربة الحرة اللي أنقذها شريف إكرامي وكان فيه متابعة من أحمد شريف لكن تدخل دفاع بيراميز محمود جهاد نزل كمان شايف أنا محمود رقم أربعين رامي يستلم كورتو تتلعب عليها يردها علي جبر عزمي غومة محمود عماد يبعدها تاني علي جبر وصلنا للتسعين وصلنا للديها الأخيرة من الوقت الأصلي بيراميز متقدم 2-0 وممكن بهجمة مرتدة يسجل التالت كمان لكن ما زال فاركو بيحاول لم يهيأس فاركو لم يهيأس الوافد الجديد ومحاولات برتقالية مستمرة بره الملعب رامي التماس رغم فوز بيراميز على المقصة لكن لم يكن فوز سهل رغم تقدمه في هذه المباراة واقترابه من الفوز لكن أيضا لم يكن فوز سهل مفيش مباراة سهلة ومفيش فوز محسوم قبل المباراة ما تتلعب كل مباراة يا صعبة بكل تأكير تراوري بره الملعب رامي التماس فاركو لسه بيحاول والتماس تلعب الكرة ليه علي بهيج يحافظ على كورته بشكل كويس وكرة عارضية لكن تخبط أحمد سامي حط رجله عبدالله السعيد وتراوري وتلعب الطويلة الأمام ودي لكن الأقرب خمس دقايق وقت بضل ضايع خمس دقايق وقت بضل ضايع وبدأنا بالفعل في الدقيقة الأولى والهجم الفاركو أحمد سامي يحط رجله وتطلع بره الملعب إلى ضربة ركنية وتبديل آخر لكابتن إهاب جلال عبدالله مجدي قرروا تأجيل التبديل لما بعد تنفيذ الضربة الركنية لا لا ودي في الملعب لسه التبديل ما تمش اتلعبت الكرة عالية وشريف إكرامي يبعدها بقبضة إيدو محمود جهاد يردها لكن فيه صفارة فيه ضربة حر لا بتوقف محمود وادي هيخرج قادي شريف إكرامي في مواجهة رامي صبري كان نسجل فيه ضربة جزاء في مباراة امبي وبراميز راكل الجزاء بانينكا كده مميزة قوي رامي لكن النهاردة اتحسب على فاركو وعلى رامي على فريق رامي يعني تحسب على فاركو راكل الجزاء وترجمها فريق شريف إكرامي ترجمها بيراميز وتحديدا عبدالله السعيد لهدف تاني حسن به الأمور في هذا اللقاء إلى حد بعيد أحمد سامي يبعد الكرة بالرأس تبديل لبيراميز اختيار توقيت التبديل زاكي جدا الحقيقة هادي ووادي شوف يعني كانت هاجم الفاركو مكملين لكن نجح أنهما يكسروا الإقاع ويكسروا رتم ويعطلوا تنفيذ رمي التماس بالتبديل اللي بيتم دلوقتي أمامنا هو يخرج وادي ويشارك عبدالله مجدي في ظهور الأول مع بيراميز القادم من المقصة عبدالله وكمان عمر جابر على حساب عبدالله السعيد عمر جابر بنيولوك بقصة جديدة وحلقة جديدة عمر جابر يدخل في الوقت بدل الضاية على حساب عريس المباراة عبدالله السعيد صاحب الهدفين هادي هاجم الفاركو تسديدة قوية من أحمد شريف لكن تخبط تطقطها تتحول تبقى هاجمة مرتدة تسلل تسلل لا ما فيش وانفروض وصبحي في أول لمسة له عبدالله طلقت برضو لا 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 شوفونا حل يعني لا 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 مش معقول اللوم مش على المساعدين ولا على غزال ولا الزناري لا القانون ده المادة دي فيها حاجة لازم تتغير مش معقول ضربة جزاء أثناء إعادة أثناء الإعادة إعادة إعادة التسلل والانفراد لعبدالله مجدي اللي كان هيسجل وكان هيبقى أسرع بديل يسجل بعد نزوله لكن اتحسبت أوف سايد اتردت بالهجمة اللي أمامنا دي وعزمي غومة أحد نجوم فاركو في هذا اللقاء عرقلة من فتحي في المواجهة المتكررة بين الاتنين من بداية المباراة الظاهير الأيمان لبيرامدز والأيسر لفاركو أحمد فتحي يفتح الباب أمام فاركو للعودة في المباراة وتقليص النتيجة لو سجلوا ضربة الجزاء اللي هي لو اتحسبت أصلا أو يعني لو الفار أكدها برايم نودين حسبها واخد القرار والفار أكدها ولسه بنتكلم على ركل الجزاء البنينكا رامي صبري في شريف إكرامي في مباراة أمبي وبيرامدز لا المرة دي شريف زي ما هو بألوان بيرامدز رامي صبري أصبح بألوان فاركو هل يكرر الشيب هل يكرر البنينكا والله هيغير الستايل ويغير الاسلوب رامي في مواجهة إكرامي جول مش ممكن يا حظك يا شريف منتهى سوق الحظ يعني رامي غير الطريقة غير الاسلوب حطاها في الزوال يسرى طار عليها شريف إكرامي وأنقذها فعلا شوف شوف الكرة أنقذها فعلا لكن سوق حظ الحياة لشريف إكرامي اللي تقلق وأنقذها لكن الكرة تكمل وتاخد طريقها لمرمى بيرامدز تعدي من تحت إيد شريف ورامي صبري يدخل التاريخ مكان زميلو مودي تبقى في إيدك أو تبقى في بؤك وتقسم لغيرك يعني مودي سجل هدف ودخل التاريخ في الشوط لها لكن تلاغ رامي صبري هو من يدخل تاريخ فاركو ويسجل أول أهداف فاركو في الدور الممتاز رغم الهزيمة ورغم أنها يعني الهزيمة التانية في مباراتين لكن أخيرا رامي صبري يسجل أول أهداف فاركو بحثوا طوال 180 دي عن أول أهداف هم سجلوا بالفعل لكن هدف لم يكن كافي لحصد حتى ولو نقطة في هذا اللقاء النتيجة تبدو واضحة تماما على وجه الكابتن مجد عبد العاطي وعلى الجانب الآخر كابتن إهاب جلال وساجدة الشكر لأن تلات نقط صعبة جدا وغالية جدا يرفع بها بيراميز رصيد إلى ست نقط العلامة الكاملة عبدالله السعيد هدفين من ضربة حرة ومن ضربة جزاء الكرات السابتة وركلات الجزاء واستغلال الأخطاء مهمة جدا عند الكابتن إهاب جلال وفريق ست نقطة العلامة الكاملة والصدارة فاركو ما زال ينتظر الفوز الأول يتجمد رصيده كما هو بلا رصيد صفر من النقاط في انتظار باقي المباريات شكرا لكم أصدقائي المشاهدين ونلتقي على خير بإذن الله في مباريات أخرى قادمة حتى ذلك الحين تقبلوا مني كل التحية شكرا وإلى اللقاء